الرب استخدم كل الظروف الخلفيات العصرية المعاصرة في أيام يسوع المسيح الخلفيات التاريخية الخلفية الاجتماعية والسياسية والدينية اللي كانوا الناس بمروا فيها في تلك الأيام فأيام المسيح كان العالم تحت الحكم الروماني كانت اللغة المستخدمة اللغة اليونانية والحضارة الهلينية كان الخلفية اليهودية كان بمارسوا الأعياد وقدموا الذبائح في الهيكل في القدس وهكذا كانوا عم بيستعدوا لمجيء المسيح والقصة أحباء ابتدأت أن الله اخترق كوكبنا من خلال زيارة ملائكية ابتدأت مع زكريا زكريا كان من فرقة أبية من الكهني وبشروا بمجيء يحنى المعمدان ويحنى أحبائي كان ليهيئ شعب وليهيئ الطريق أمام الرب وكان في تلك الأيام اللي بيحكم البلاد ملك شرير اسمه الملك هيرودوس الملك هيرودوس الكبير واللي كان الوالي في تلك الأيام والي السورية بيسميه بشير لوقة كيرينيوس وأغسطس قيصر بسن قانون إحصاء وهذا طبعا موثق تاريخيا بالوثائق التاريخية هذا الإحصاء أخذ أكثر من عشر سنوات على مراحل ولكن هذا الإحصاء بيتكلم عنه الكتاب المقدس وبكل بساطة أنه كل شخص أو كل عيلي اللي بتنتمي إلى صب لازم تسجل في مصقة رأسها وبينما أغسطس يسن هذا القانون غير عارف أنه عم بيحقق المشيئة الإلهية وإرادة الله المحتومة مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار كان شغله في النجارة والحجارة أيضا وعندما جاء الملاك ليبشر مريم سألت الملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فإذن بشر مريم وقالت مريم قال الملاك لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله قالت ها أنا آمت الرب وطبعا يوسف لما شاف مريم كان في حيرة كان مرتبك جدا لأنه خطب أقدس إنساني في هذا الوجود مريم الناصعة الطاهرة النقية فعنده صراع عقله متأكد في ذهنه مستحيل إنه مريم تركب هاي الفعلي وفي نفس الوقت عم بشوف إنه في طفل في بطن مريم وبعد قليل الناس كلها رح تكتشف الموضوع يقول الكتاب وفي هاي الحيرة وهذا الارتباك أراد تخليتها سرا يعني العادي إنه لازم يجيب كان زلمش شهم وشريف ما أخدهاش على الساحة العامة حتى يشهرها يفضحها بالعلن ولكن هاي الحال بيأخذ معاه شهود اتنين لرباي حتى يقول إنه هذا الطفل مش مني أنا وإنه يترك الأمر لرحمة الله وتدخل الله في المضوع وبينما هو في هذا الصراع ظهر له الملاك وقال له لا تخف يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستالد ابنا وتدعو أو تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطهم فإذن مريم اقتنعت يوسف اقتنع اقتنع بهذا الإعلان وفي نفس الوقت أجى هذا القانون أنه يتركوا الناصر في الجليل يسيروا مسافة طويلة إلى بيت لحم وهناك في بيت لحم تمت ولادة الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر